تتويجاً لجهود الكويت الدولوماسية في مجلس الأمن بشأن الهدنة في سوريا وتضامناً مع الأحداث الصعبة التي يواجهها أهالي القوطة هناك بدأت جمعية الهلال الأحمر الكويتية حملة شعبية لجمع التبرعات للمحاصرين الجمعية استطاعت خلال اليومين الماضيين توزيع المساعدات الإغاثية بالتعاون مع جمعية إنسانية هناك قصف عشوائي على أهالي القوطة الشرقية وكان ضحايا أكثرهم من الأطفال ونساء وبعدين اتجاههم إلى ملاجئ تحت الأرض وضعهم سيئة والأحداث التي تحدثت هي التي خلت الهلال الأحمر الكويتي بإدارة تفاعلون مع هذا الحدث ويقوموا بحملة لجمع التبرعات قمنا في عمليات التوزيع من قبل يومين في القوطة الشرقية لله الحمد بالتعاون مع منظمة إنسانية تركية الحملة انطلقت أمس لتستمر حتى يوم الجمعة وعلى فترتين صباحية ومسائية أو من خلال موقع الجمعية الإلكترونية قابلها حشد للطاقات البشرية والكوادر التطوعية لتعزيزها وإنجاحها الحملة تبرعات تستمر ليوم الجمعة إن شاء الله الفترتين صباحية ومسائية صباحية من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة وحد الظهر ومن الساعة خمس العصر إلى تاسعة مساءا وهناك أيضا يستطيع الشخص أن يتبرع من خلال دخول على الموقع الإلكتروني لجمع التحمر الكويتي فقط يكتب جمع التحمر الكويتي يفتح مع الموقع منشدة المواطنين والمقيمين والشركات والغطاء الخاص والبنوك وجميع الجهات إلى المشاركة للتخفيف من معاناة المحاصرين في القوطة دعوة يكررها العاملون والمتطوعون بجمعية الهلال الأحمر باستمرار باعتبار الكويتي مركزا للعمل الإنساني لتلفزيون المجلس عبدالله العنزي